خبر إيجابي السوريين في المقدمة ازدياد ملحوظ في عدد التجنيز بعد انخفاضه في العام الماضي يمكن كان هناك تجديدات كبيرة جدا والأعداد السوريين كانت موضوع التجنيز ده كان عداد منخفضة جدا الموضوع السنة دي في الربع الأول يمكن كان ليهم حظ الأسد خمس مش الأسد بشار في الأعداد يعني خمس سلاف وتلتمية سبعة وسبعين شخص حصلوا على الجنسية من يناير لمارس أربعة وعشرين هل ده شايف ده موضوع إيجابي في عملية دم هؤلاء هذا اسمه لغة الأرقام هذا اسمه يا سيدي كريم لغة الأرقام يعني أنه بالربع الأول من هذا العام ستمية ستمية ستة وعشرين أو ستمية واحد ما مارفت دايش الرقم ستمية وستعشر شخص من السوريين من أصل 3340 شخص فعليا هني حصلوا على الجنسية النمساوية فبالتالي يا سيد الكريم هذا أكبر مؤشر على أن هؤلاء الأشخاص مجدون يعملون بدون ينتجوا بدون يندمجوا بدون يبنوا البلد يعني هدولي صاروا محصوبين هلأ ستمية وستعشر صوت انتخابي هدولي بالانتخابات كانت البرلمانية الأوروبية عفواً أو البرلمانية على مستوى النمسا المقبلة بس هدول هيدوا حزب الشعب والله أعلم من هيدوا بس بأصل أن هدول يعني هؤلاء أنه هاي مشكلة اللاجئين اللي عم بيسوقوها لألنا كل يوم على أنها هي مشاكل وعدم اندماج لا هي عم تتحول عم تتحول لأرقام حقيقية وصارت جزء من مكون النمسا يعني هدولي صاروا من مكون النمسا انتشالوا من إحصاءات اللاجئين ودخلوا بإحصاءات النمسا دخلوا بكل شيء دخلوا بالمعادلة الكاملة النمساوية فهذه الأرقام يا سيد الكريم يعني ستمية وحدوستين شخص بالربع الأول من أصل بشكر قبل شوي في خبر آخر عما نقول فيه شو كنا عما نقول فيه الخبر أنه يوجد بالنمسا تقريبا ما يصل إلى واحد وثمانين ألف سوري حسب خبر معين تبع هذا من ألف إلى الياء اللي نزلنا اليوم شو فبالتالي فبالتالي يعني كل سنة كل سنة ما بين واحد إلى أثنين وصولا إلى ثلاثة بالمئة يتم تجنيسهم من أصل السوريين بالنمسا سنويا عم نحكيك سنويا هو لا يجب يعني المفروض يكون فيه مطالبة بعدم التعميم والرجاء استخدام الملفات كل على حدة اللي يستحق يستمر اللي مهتم إنه يندمج يكون موجود واللي بيسعى للإجرام مالوش ما كان نعم نعم جميل دا كان خبرنا الأخير هنروح إذا كان فيه تعليقات لا أصدقائنا تقريبا لسه ما خلصو الشغل فبنصل اليوم بخبر السوريين وختامها ميسك لنهاية حلقة اليوم من القراءة الإخبارية في تعليق واحد أنا أعرف طالع عندي أقرأه من عندي أنا أقرأت فضل أستاذ كريم أنا من غوطة أنا من غوطة من غوطة شرقية عشت حصار ست سنوات وقت الكيماوي كنت شفت في عيوني مجزرة بشعة اللي عاملة نظام الأسد المجرم ووزير داخلية كلام شيء مستفز السوريين أحرار يروح يرحل مؤيد النظام واللي ما له آخذ موقف وبقى رمادي فعلا كلام دقيق جدا ترجمة نانسي قنقر